بسم الله أبو الأمن روح القدس صلى الله عليه وسلم أمين تحرين عماته وبركته على أرواحنا جميعنا أمين احنا تكلمنا الأسبوع الفات عن موضوع الزات والأنا وقلنا حينواصل الأسبوع ذا برضو عن موضوع الزات وإزاي الواحد يكون يعني ذاته كبيرة وإزاي نتخلص من هذه الزات زباة فات كلمنا عن اللي عنده الزات من بنات الزات عدم الخضوع نمرة اثنين الرياء وثلاثة حب المديح والكرامة أربعة عدم الاعتراف بالخطأ وخمسة المتكأ الأخير حنواصل النهاردة نشوف ايه من بنات الزات كمان اللي عازي يعرف نفسه إنه زاته كبير ولا لأه هو نقطة تانية عدم أو التزمر وعدم الرضا تزمر وعدم الرضا يعني الإنسان بيكون دائما متزمر ومش بيعجبه أي حاجة لا يعجبه العجب ويكون ربنا مغرقنا بركات يمين وشمال ولكن بالرغم من ذلك إن الإنسان مش بيعجبه حاجة ويتزمر ويفتكر نفسه إنه هو يعني المدهول وربنا ده ولا حاجة ويمكن شوية تكون فيه شوية ألام أو تجارب في حياتنا عشان كده إحنا نتزمر وينقول ليه بيحصل لنا كده لكن طبعا الإنسان لازم يعرف كويس حتى لو كان فيه شوية ألام أو تجارب في حياة الواحد ولكن ده مش علينا وإنما دلينا إحنا وإنت احتارف قدام شوية إنه الألام أو التجارب اللي بتجيك دي ليك مش عليك وإذا ما عرفت هنا على الأرض أكيد يعني ربنا كمان حكشفها لك وإنت في السماء ولكن الواحد دايما يتزمر ويأفئف ويقول يعني ليه بيحصل لنا كده ومش بيشكر ربنا خالص ويعتقد إنه هو اللي بالدهول لربنا ده ما يكفيش وإنه بيستهل أكتر من كده كتير كل ده طبعا عدم رضا عدم شكر كل ده ذات وأنا بيفتكر إنه هو ربنا ظالمه لكن الواحد لو جاء جاس نفسه وشاف هو بيستهل إيه يعني لو جيسنا نفسنا على خطيانا نعتقد بإنه إحنا نستهل نرجوهنم صراحة مش نستهل الخير اللي بالدهولنا ربنا ومنعترض عليه ده إحنا لو اكتشفنا خطيانا إحنا نشكر ربنا ونقول له ربك الترخيرك ألفك الترخيرك على اللي بالدهولنا ولكن إحنا بصراحة نستهل نرجوهنم من خطيانا اللي إحنا بنعملها ولواحد لو بس شاف رضا ربنا عليه أو أعطايا ربنا عليه ده حتى الواحد يشكر ربنا عن النفس اللي داخل وطالع فيه لأنه فيه ناس حتى ما عندهمش النفس والطالع ده لأنه واحد يقول لك هو يعني ربنا مديني إيه يعني إيه ربنا يتمدهوني هو ربنا عمل معي إيه كل الخير اللي عمله معك ربنا ليس مدك حاجة ولكن واحد يفتكر أنه ربنا ليس مديله حاجة وده ذات وإيه وعظم رضا وتكبر ومعتقد أنه مفروض ربنا يديله أكثر من كده الكتاب يقول يا أحبائي لا تتزمروا كما تزمروا ناس منهم فأهلكهم المهلك كان بيتكلم على اليهود اليهود طبعا بعد ما كان ربنا مغركهم خير وعد بهم البحر الأحمر وطلحهم بيد قوية من يد فراعون ولكن بعد كده برضو جاعد يتزمروا وقالوا إحنا عايزين نرجع مصر وإنت جبتنا في الصحر هنا يا موسى عشان تموتنا وإحنا مشتقين للكرات والبصل في حد يتوحم لبصل ولكن هم كانوا دايما إيه مش بيشكروا خالص كانوا يتزمروا بالرغم أنه فراعون كان زليهم ولكن برضو كانوا يتزمروا وفي مرة قالوا الموسى إحنا عايزين لحمة لحمة في الصحراء فقالوا قالوا وأنا أجيب لكم لحمة منين من الصحراء يعني هو ربنا كان بيديهم الإيه المن والسلوى ده المن والسلوى ده كان بنزلهم كده من السماء هو عبارة عن فطائر زي فطير كده بالعسل المن والسلوى ده فزهجوا منه فقالوا لأ إحنا عايزين لحمة فقام ربنا قالوا خلاص يقولون يا موسى أنا حديهم لحمة حديهم فطور غدا عشا لحمة لمدة تلاتين يوم حتى موسى قالوا يعني كده بيهزر مع ربنا يقول له يعني أنت حتتباح لهم اللحمة الدنيا ده كله الحيوانات الدنيا لأنه كانوا عبارة عن إثنين مليون نسمة يجيب له من لحمة منين دول وكانوا قاعدين في معسكرات فساعتها ربنا نزله إيه السمان ده السمان كده نزله لهم من من السماء وبيجا علوه كده من الأرض وابتدوا الناس يأكلوا لحمة تلاتين يوم فطور غدا وعشا لحد لما اللحمة يقول لك طلعت من مناخيرهم بس ربنا طبعا عقابهم لحمة في الصحراء وبعدين يقولوا عزين حلة عزين لحمة وعزين حلة فربنا كانت ديوم الحلة اللي هو الفطاير بالعسل ده ولكن هم طبعا بعد كده ما كانوش يشكروا ربنا وإنما برضو كانوا يتزمروا على الله عشان كده يعني خلي بالك أنه إحنا لو في حاجة بسيطة يعني ربنا بيدينا كثير جدا وبيدينا حاجات إمكان إحنا ما طلبناهاش خالص وبعد كده من الزمر ولو جاءت حتة صغيرة كده في حياتنا يعني مش عجبانة نتزمر ونتضايق ونقول ليه ومش ليه تم ربنا ما يديك كتير أنت بتزمر ليه يعني لكن التزمر ربنا يزعل منه جدا عشان كده حوريك إزاي ربنا يزعل من التزمر لأن التزمر دي فيها ذات فقال إيه هذه الأمور هذه الأمور أصابتهم مسالا وكانت لإنزارنا تاني الحتة دي هذه الأمور أصابتهم وكانت لإنزارنا يعني الكلام ده إذ قال واتكتب من اليهود عشان ربنا ينزرنا إحنا لأنه إحنا ربنا بيدينا خير كثير ولكن بالرغم من ذلك من الخير المدهنة لكن برضو من الزمر ومش عجبنا العجب ونقول هو ربنا يعني بيدينا إيه نتيجة التزمر بأنهم تزمروا على ربنا وكانت نتيجة التزمر أن ربنا قال لهم مش هدخلكم أرض المعاد حرامهم كلهم من أرض المعاد معادة اتنين بس واحد يسمو كالب ابن يفونة وشوع ابن النون هم دول الاتنين بس اللي دخلوا أرض المعاد كل الجيل اللي طلع من مصر ده كلهم ماتوا في الصحر وما دخلوش لكن كانت نتيجة التزمر أن ربنا يعني حرامهم من أرض المعاد وبعدين قال نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور يعني إيه يعني لو هم احتجوا أمام الله وقالوا إحنا رب نتيجة التزمر ما كناش نعرف أنه التزمر ما يدخناش أرض المعاد لو عارفين كده ما كناش تزمرنا لكن إحنا نعرف أنه التزمر ما دخش اليهود أرض المعاد طب إحنا نعرف أنه برضو التزمر ممكن ما يدخناش السماء زي ما دخلهمش هم أرض المعاد هم أيضا التزمر ده مش هدخننا إحنا السماء وبعدين يقول وكان الشعب يشتكون شرا في أزني الرب يعني إيه يعني كانوا بيتزمروا لدرجة التزمر وصل إلى أزني الرب هو ربنا عنده هزن ربنا عنده أزن أو ربنا عنده عنين هو طبعا تعبير عن موسى كان بيورينا إزاي الكلام وصل لربنا لكن ربنا ما عندهش أزن ولا عنده عنين بس كان موسى بيكلمنا باللغة بتاعتنا إحنا فقال الشعب اشتكوا لله وتزمروا لله لدرجة الشكوى وصلت إلى أزني الرب فسمع الرب خلي بالك وحمى غضب الرب يعني أول ما اشتكوا وتزمروا ووصلت الشكوى لأزني الرب الرب غضب عليهم فاشتعلت نار الرب وأحرقت المحلة أول ما تزمروا النار ولعت في المعسكر كله شوف الشكوى تجيب إيه والتزمر يجيب إيه لما المعسكر كله ولع نار فقال لك صرخ الشعب إلى موسى فصلّى موسى إلى الرب وخمدت النار يعني أول ما حمى غضب الرب بسبب التزمر النار اشتعلت الشعب كله جرى لموسى قالوا الحجنة يا موسى النار أكلت المعسكر كله بسبب إيه التزمر يقول موسى يجري لله ويخمد غضب الله يخمده بإيه بالاتضاع فكان يصل للرب ويقول له إيه أخطأنا إحنا رب غلطانين فسامحنا وأول ما يشوف ربنا تواضع موسى ويقول له رب أخطأنا يقوم إيه يخمد النار على طول فتتفئ النار إذن خلي بالك بين التواضع وبين التزمر التواضع يخمد غضب الله ويطفئ نار الله التزمر يولع ويشعل الغضب الله ويشعل للنار شفت إزاي ليه لأن التواضع مفهوز ذات والتزمر فيه إيه فيه الزات عندنا شخصتين ظهروا لنا واحدة اسمها سعكبة الطيب والتاني يهوزة الإسخرياتي سعكبة الطيب دي عندها طيب غالي السمن حطها كده في قارورة حوشت فلوس كثيرة اشترت به طيب غالي السمن دخلت عند رب يسوع المسيح وهي عازت تقول له رب أنا بحبك ولا تكلمت ولا جات أي كلمة لكن تعبيرها عن أنا بحبك جابت القارورة وصبتها على رأسه طبعا كان عندها عندها اتضاع شديد لأنها هي كانت إنسانة بسيطة جدا لكن يهوزة يهوزة لأنه إنسان متكبر قال لماذا هذا الإتلاف كان ينبغي أن يبحث الطيب ويعطوا للفقراء باستغلط ربنا باستغلط ربنا يقول له إزاي تسمح الطيب الغالي السمن تكبه في الأرض مش كان أولى يدبع للفقراء طبعا هو عشان كان مسك الصندوق أحب المال فهو عايز ياخد من الفلوس دي وياخدها ويجيبه لكن لا باكي على فقراء ولا باكي على مسكين لأك عايز أخد الفلوس لي هو أنت يا يهوزة شوف ذاته ذاته الكبيرة دي خلته يدين الله ويدين المرأة الخاطئة أنت بتستغلط معلمك اللي خلاك تلميز وخلاك تعمل معجزات وخلاك تقيم موتة وتش مرضى تستغلط الرب يسوع المسيح فكان ذاته عالية الذاته العالية دايما يستغلط الناس اللي قد دامه لكن الست دي كانت فيه انتهى التواضع لأن المنطقة قروية وبعدين كلهم رجال لما دخلت كان كله رجال فإزاي الست كده تقتحم الموضوع كله وتقتحم الناس وتقوم يعني تعمل حركة زي كده لكن ذاتها كانت منكسرة فهي كانت عازة تقول له يا رب أنا بحبك وخلاص حتى لما الناس ابتدوا أنهم همهامهم ويتكلموا كتير فجاء المسيح دافع عنها وقال لهم سبوها تركوها عملت هذا العمل لإيه لتكفيني يعني إيه لتكفيني لأنه هو عارف ربنا أنه لما يصلب مش حيلحجوا المريمات بأنهم يكفنوا عشان يوم السبت هيكون جاه فهي كفنته قبل ما إيه قبل ما يصلب فكبت على الطيب قبل ما يصلب فجاء مجلها أنت يدع جدا وأنا هخلي كل الناس تتكلم عن العمل اللي أنت عملت ده حتى من غير ما يعرفوا اسمك حالي إحنا عارفين اسم السبت دي إيه ما عارفين إش اسمه إيه لكن جلها حيث ما يكرز بالإنجيل في الخليطة كلها يكرز بما فعلته هذه المرة تسكارا لها فقال أنت جدع أنت برافو عليك اللي أنت عملته لأنها كانت إنسانة متواضعة ولكن يهوزة كان إيه ذاته كبيرة فاستغلت الرب يسوع المسيح كمان من بنات الزات إن الواحد دايما يتكلم عن نفسه كثير ويتكلم عن إنجازاته كثير ويقول أنا عملته وأنا سويت وأنا الكل في الكل ولولا أنا وأنت مش عارفين أنا مين وأنا اللي عملته أنا كل ما الإنسان يتكلم عن ذاته كثير يبقى أو إنجازاته كثير يبقى ذاته إيه ذاته كبيرة جدا فخلي بالك وقال له يا رب إيه إرحمني عن الخاطئ ليه لأنه ذاته منكسرة لكن الفريسي شوف كم أنا قالها عد معي اللهم أشكرك لأني أي أي في معناها أنا لأني أنا 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 لست مستباق الناس الخاطفين الظالمين الزناء ولا مثل هذا العشار أنا أصوم وأنا أصلي وأنا أعشر وأنا 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 خلي بالك إنه هو دخل الصلاة في الهيكل إنه هو بس مركز على نفسه بس مش مركز على ربنا يعني إيه يعني أنا ربي بصوم وأنا بصلي وأنا بدي عشوري وأنا كمان مش لست مثل الأشكال اللي وكفة هناك دي كان بأشر على مين أحد العشار ده إيه ده خطورة الصلاة إن الواحد يدخل الصلاة ويكون جو الصلاة غرجان في نفسه غرجان في ذاته يبقى الصلاة ملهاش أي إيه ملهاش أي قيمة لما تركز على نفسك أنت جاعد مع ربنا تركز على ذاتك ليه وجاعد جو الصلاة بيدين في الناس أنت في الصلاة بيدين في الناس معنات ذاتك إيه ذاتك أيضا كبيرة تمالكم قال الناس عشان كده خلي بالك حتى لإنسانه هو بصلي في الكنيسة يركز على ذاته يقول لك أيوة أنا دلوقتي حركع دلوقتي الناس ستشوفني أنا بركع إزاي يا سلام أنا النعارضة بركع يرفع يده تحفظ المزامير ويدخل في ذاته ويدخل في الأنا بتاعته إنما العشار ما كانش عنده ذات أبدا إنما كل كل تركيزه أنا رب خاطي اللهم ارحمني أنا الخاطي إذن اليوم في كم ساعة اليوم في 24 ساعة لو فتحنا دماغك دي وقلنا لك يا ترى الـ 24 ساعة دي كم ساعة مركز فيها على ذاتك ونفسك وبتفكر في نفسك وكم ساعة مركز فيها على ربنا وعلى الناس حتلاقي 23 ساعة ونص أنت مركز فيها على ذاتك ده أنت حتى ونايم بتفكر في نفسك وبتقول أنا وأنا وأنا النص ساعة من الـ 24 ساعة دي يمكن يمكن تركز فيها على ربنا وأو على الناس الستة العذرة مريم أكتر إنسانة ما كانتش تركز في نفسها أبدا لأنها لما مشت عندها الاصابات تمدحها الاصابات وتقول لها منين تجيني أم ربي قبرة ده أم الرب تجيني أنا فهي طبعا حولت هذا التمجيد منها إلى الله طوالي قالت التصبح بتاعتها تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي ده كله من فضل ربنا نهاردة إنت لو إبنك دكتور وواحد قال لك أهلا يا أم الدكتور إنت بقى تنفخ والطرش لأن إبنك دكتور وش كده لكن العذرة مريم عمرها ما فكرت في نفسها أبدا إنما حتى تفكر في الاصابات العجوزة لما سمعت إنها حامل تركب الجبال عشان تخدمها طيب ما تفكر في نفسك ما أنت حامل برضو ما أنت عينة صغيرة برضو عايز حد اللي يخدمك ولكن لا تفكر في نفسها تفكر في الست العجوزة وبعد ما الإصابات تولت وغالبا شالت يحن المعمدان على كتفها العذرة مريم استازنت من الإصابات وجئت لها معلش أنا حمشي عشان ورايا الراجل عجوز اسمه يوسف برضو عايز أخدمه طيب ما تفكر في نفسك يا عذرة هي عمرها ما تفكر في نفسها أبدا عشان كده نمكن إحنا أغلبنا أباء وأمهات لما بنطلع من نفسنا كتير ولكن بنفكر فين في أولادنا ودي حاجة كويسة إن الواحد يطلع من نفسه ويفكر في أولاده دي حاجة كويسة بس المشكلة إيه كمان لو طلعت من تفكيرك على أولادك ووسحتها شوية تفكر كمان في أولاد الناس تفكر في أولاد الملاجئ تفكر في الأولاد المساكين دي حاجة كويسة إنك تفكر في أولاد الناس الثانيين الزوجة الصالحة دايما ما تفكر في نفسها تفكر في زوجها إزا تريحه وإزا ترضيه وإزا تعمل كل ما ما في نفسه دي الزوجة الصالحة تطلع من نفسها خالص واتفكر في زوجها كيف ترض زوجها وكيف ترض أولادها فالزوجة الصالحة زي الشمعة كده اللي بتحترق عشان تخدم زوجها وتخدم أولادها لكن عمره ما تفكر في نفسها أبدا لكن بعض الأمهات بعضهم مش كلهم دائما نفكر في نفسهم انتوا مش شايفيني بعمل ايه أنا تعبانة انتوا ما عندكمش حس انتوا ما عندكمش زوج وبعدين هي وبتطبخ ستة يعني متوقعة انه زوجها هيجي من برة ويقول لها الله ايه الاكل الحلو ده ويدوق كده تسلم ايديكي بس انتوا طبعا الرجال بتاكلوا عاملين زي البتاع كده ومش حتى بتقولوا شكرا ولا بتدوقوا حاجة بتاكلوا كده وخلاص لكن الستة بتكون ايه مفروسة ومكبوسة انه ازاي ما جلهاش اكلك حلو ليه لان هي بتفكر في نفسها لكن انتوا لما بتاكلوا كده من غير ما تشكر ولا تقول الله اكلكم حلو بتكبسوا الستات فقولوا حاجة يبقى قولوا قولوا الله اكلك حلو تسلم ايديكي بس عارف ايه الكلام الحلو ده عشان الستة ايه بتحب الكلام الحلو ده لكن هي اذا ما قلتوش انتوا الكلام الحلو ده هي تولع وتخرب الدنيا وتخرب الدنيا اش كده وبعد انتوا قولك انا بحبك بتحبي ايه ده انت تحبي نفسك لانك انتوا عايزا يقول حاجة وهو مش بقول حاجة فالستة اللي هي يعني اللي بتطلع من ذاتها تفكر كيف ترد رجلها وترد اولادها المثل اللي قاله الرب يسوى المسيح عن الغني الغبي تعالوا نشوف الغني ده قالي يا نفسي كم مرة عيد معايا كويس اتفاجنا كل ما فيه معناها انا اش كده يقول انسان اخصبت كورته وفكر في ايه في نفسه شوف الرجل ده فكر في نفسه كم مرة قال ايه قال ماذا اعمل كل خطوتين كل كل قوسين يعني خد نفسي ماذا اعمل يا نفسي ليس ليه موضع انا اجمع فيه اصماري اصماري انا اهدم مخازني انا وابني انا اعظم منها واجمع غلاتي انا وخيراتي انا واقول يا نفسي ها وتاني كررها يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوع لسنين عديدة استريحي يا نفسي يا نفسي كلي يا نفسي اشربي يا نفسي افراحي يا نفسي ربنا قال له يا غبي على طول كده طوالي اول ما قال يا نفسي يا نفسي يا نفسي ومش بسكت خالص على طول ربنا قال له يا غبي اليوم تطلب نفسك منك ليه لانه من الغباء انه الانسان لا يركز الا في نفسه بس لانه ده غباء تفكر في نفسك نفسي نفسي وهو قال له نفسك العمال تطبطم فيها دي واتدلع فيها واتهشك فيها النهاردة حتشرف عندنا في السماء ورنا حتعمل ايه يا نفسي لك خيرات كثيرة قال له ايوة ليه خيرات كثيرة أنا فعلا ليه خيرات كثيرة لكن مين الذي قال لك لك سنين عديدة لأنه قال لك خيرات كثيرة موضوع لسنين عديدة من قال لك ليك سنين عديدة اليوم حتشرف عندنا في السماء إذن من الغباء أن كل الإنسان محبوس جوا نفسه أو محصور جوا نفسه طول الوقت ما عندوش كلام إلا يا نفسي يا نفسي يا نفسي أعمل إيه يا نفسي أسوي إيه يا نفسي فقال له اليوم تطلب منك يا غبي نفسك منك إذن مشكلة هذا الغبي والغني ليس في غناء لأن الغنى مش مشكلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب كل الأباء كانوا أغنياء لكن مشكلته أنه كان مركز في نفسه بيدلع في نفسه يطبط في نفسه يهشك في نفسه فربنا قال له أنت غبي إذن الكلام دي خوفنا ليه لأنه يمكن أغلبيتنا بيدلع في نفسه طبط في نفسه ويهشك في نفسه ولكن طبعا يعني المسيح عايز يقولك يا غبي اللي بفكر في نفسه دي عمره ما حيدخل السماء أبدا إذن بدل ما أنت تقول يا نفسي يا نفسي يا نفسي فكر في الناس ماذا يريد الناس وفكر في الله ماذا يريد الله اصحى الصبح قول لي يا رب ماذا تريد يا رب أن أفعل مش تقوله أنا أنا وشوف الناس محتاجة ايه قول لي فلان انت عايز ايه اللي يرضيك اللي يريحك ممكن أعملك ايه فكر في الناس تفكر في الله انت كده إنسان ذاتك منكسرة لكن بس في نفسك انت إنسان كده ايه إنسان متكبر يقول مرة تاني وفيما هم سائرين في الطريق قال له يا سيدي أتبعك أينما تذهب ناس كتيرة ماشى ورا الرب يسوع المسيح وجام واحد ماشى وراه وعمل للرب كده وقال له بقول لك ايه أنا ماشي وراك محل ما انت ماشي يا سلام طيب ما تمشي يا قوي ما الناس كلها ماشي ما تمشي من السكات يعني اللي مشكلة يعني إنما هو عايز يقول له ايه خلي بالك مني انا خلي بالك مني انا انا ماشي وراك محل ما انت ماشي واه 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 ما تنساش اهتم بيا عشان انا ماشي وراك فقام ربنا قال له يا حبيبي يعني انت عايز ايه بالضبط ما كل الناس ماشي وراي قال له لا اهتم بيا عشان انا ماشي وراك قام قال له يا ابني للسعالب او جرة وللطيور السماء او كار اما ابن الانسان ليس له اي ناس ندراسه يعني كل الناس هتروح بعد شوية تنام في بيوتها أنا مش عارف هنام فين تحت الشجرة في المركب مش عارف هروح فين فقال له يعني إيه قال له أنا نفسي مش بهتم بنفسي عايز نهتم بك إزاي لكن إنت اعمل إزاي أنا بهتم فيما يرضي الناس شوف الناس عايزة إيه وفكر في الناس تقوم إنت إيه تكون تبسط نفسك وتبسطني لكن تقول لي رب أنا ماشي معاك وخلي بالك مني دي ذات كمان من بنات الزات الإدانة يعني يا الإدانة أي حد يدي إنسان ده ذاته عالية جدا عندنا نفارين في الكتاب المقدس هارون ومريم دول أخوات مين موسى النبي ودول ناس كبار هارون ده كان رئيس كهنة وموسى دي كانت نبيا وهارون كان برضو نبي وهارون ده كانت العصايا معا وقت الشق في المعجزات ومريم النبي يعني قادة التسبحة لما عدوا البحر الأحمر ناس كبار في الكتاب المقدس أنبياء وموسى ده كان نبي عظيم جدا إيه رأيكم وقعوا في إدانة موسى النبي إزاي؟ لما موسى النبي اتجوز واحدة كوشية كوشية يعني حبشية اتجوز واحدة حبشية وحبشية لونها أسود فقالوا قالوا إيه ده المتجوز هده؟ ده مين قالوا يتجوزها؟ هو ربنا قالوا يتجوزها؟ ولما ربنا بيكلم موسى هل يكلم الرب موسى الواحد وما تكلمناش إحنا؟ ما برضو بكلمنا إحنا وتكلموا من وراه مش قدامه أي حد يتكلم من وراه التاني معناته بدينه على طول فطبعا يعني موسى ده كان كبير في السن يعني موسى كان وقت ده عمره مئة سنة وهارون أكبر منه ثلاثة سنين ومريم أكبر من موسى بسبعة سنين يعني هارون كان مئة وثلاثة ومريم كان مئة وسبعة فطبعا ربنا زعل منيهم إزاي تدين موسى وده حبيبي وصديقي فقام يعني حمى غضب الرب على مريم مهارون وقام قال لهم إيه جيبوا لي مريم مهارون هنا أنا عايزهم قام قال لهم أول ما جابوا كده وقفوا زي التلاميذ اللي عمليون معاملة كده خايفينه بيرجفوا قام قال لهم أنت بتتكلم على موسى بتقولوا هل كلم الرب موسى وحده ولم يكلمنا أنتوا عايزين تقرنوا نفسكم بموسى ده موسى لما تكلم معه بتكلم معه فما لأزم لكن أنتوا وأي نبي تاني لما تكلم معه يا إما أتكلم معه برؤية أو برسالة أو بحلم لكن موسى ده بالذات أنا بتكلم معه من فم الأزم تقارنوا نفسكم بنفسه إزاي وبعدين طبعا يعني هما ما عتبوش موسى إنه الزوج الكوشية إزاي هو طبعا ربنا قال له تجوز المرأة الكوشية لأنها كانت رمزا للأمم لأن الأمم البشرية السوداء قبلة المسيح في الآخر الأمم دي وموسى تزوج المرأة الكوشية على آخر أيامه فهي كانت رمزا لقبول الرب إلى الأمم لو سألوه كان حقول لهم ربنا قل كده عشان رمزا للأمم لكن اتكلموا من وراء فقام طوالي ربنا غضب عليهم وضرب على طول مريم بالبرص طوالي بالبرص وصارت برصاء ونجسة وعزلوها طبعا يعني موسى خاف هارون خاف إنه برضو هو يتضرب بالبرص طبعا ربنا ما ضربش هارون بالبرص ليه لأنه لو يتضرب بالبرص كانت عزل من الشعب زي مريم ولو اتعزل من الشعب كانت العبادة وجفت لأنه هو رئيس كهنة وبعدين مشجر هارون على موسى وقال له الحجني أحسن الضرب بالبرص فقام موسى قال له ما تخافش أنا حتصرف فراح موسى الربنا قال له ما عليش يا رب عشان خاطري أنا احفي عنهم قال لهم لا أنا زعلان منيهم إزاي يدنوك وإزاي يتكلموا عليك وإزاي يعملوا كده قال له ما عليش يا رب عشان خاطري أنا فقام قال له خلاص خلي مريم تكون معزولة لمدة أسبوع برصا وبعدين ترجع تاني للمحلة تاني لكن شوف غضب ربنا كان عليهم إزاي لأنهم أدانوا أكبر نبي عظيم في العهد القديم وقالوا إيه إزاي يعمل كده ده ده دي يعني دي جات في وشنا وإزاي يتجوز واحدة سودة يعني أين ما يتجوز واحدة سودة أستغرب أنا لما مثلا واحد يجيب واحدة سودة ويتجوزها وكل الناس تتكلم عليه ما يتجوز واحدة سودة السودة مالها يعني ما ممكن واحد يكون شكله أسود لكن قلبه أبيض ولا واحد تتجوز السودة ولا سودة تتجوز واحد أبيض وكل الناس تقعد تتكلم إزاي مشى مع واحد أسود وإزاي تتجوز واحدة ماله لأسود ماله ما هو بشرية زينا وقلبهم أبيض ونقي وأحسن ناس في الدنيا والدين والناس ليه هو أنت شفت النهاردة لما مريم أعدانت إزاي تتجوز واحدة سودة ربنا ضربها بالبرص أوعوا واحد فيكم يتكلم عن واحدة اتجوزت لها واحد أسود ولا واحد اتجوز له واحدة سودة أوعوا حد يتكلم على كده على طول ربنا يغضب ويشعل غضبه علينا على طول دي بشرية ربنا خليكها دول جلوبهم بيضة دول أحسن منينا ليه نتكلم عليهم عشان كده يعني ربنا ضربها إيه ضربها بالبرص عشان تاني ما تقولش الكلام دي آدم وحوة آدم وحوة طبعا ربنا قال لي آدم ما تقولش من الشجرة وبعدين أكل من الشجرة جام ربنا سأله يا آدم أكلت من الشجرة مفروض الإجابة إيه نعم آجابة بسيطة لكن هو رمى الغلط على مين على هو ليه أنا أنا بيرفيك أنا ما ليش دعوه وبعدين غلط آدم المرأة التي أنت عطيتم مش أنا أنت السبب الست اللي ديتهاني هي اللي خلتني آكل طب أنت قبل شوية بتقول دي حتة مني لحم من لحم وعظم من عظام دي رجولة منك يعني دلوقت عشان تقول هي اللي ديتني عصي تطلع منها كده يعني جاي الشعر من العجين طب ما تقول أنا أيوة أنا أكلت أنا غلطان إيه المشكلة إنما هو ذاته لما يرمي الغلط على الآخرين ده ذاته كبير جدا وإنت حوى أكلتي برضو ما تقولش أنا أيوة أكلت ما تقولي أنا لا الحوى الحية الحية هي التي إيه أعطتني لما يسألك ربنا سؤال بص أنا حسنك سؤال وجاوب لماذا تنظر القزة التي في عين أخيك ولا تنظر الخشبة التي في عينك الإجابة إيه أه الإجابة إيه أنا 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 شايف نفسي أحسن منه عشان كده ببصله بطلع الغلط منه هو لماذا تنظر القزة التي في عين أخوك الحاجة الصغيرة متبصش الخشبة في عينك عشان أنا أنا ذاتي كبيرة أنا شايف نفسي أنه أنا أحسن منه هو عشان كده ببصله هو أنه أوحش مني المرأة الخاطئة جابوها عشان يمسكوها في ذات الفعل وبعدين قالوا على حسب الشريعة لازم هذه ترجم فقام ربنا قال لهم ترجم ازاي هي زانة ايوة طب ما انتوا زانين بالعين وانتوا زانين بالفكر وانتوا زانين بحاجات تانية كثير اللي منكم بلا خطيئة ايه فرميها بحاجر ووقف كده بينها وبينهم وقال لهم الجدع فيكم وقعد يكتب في الارض بيكتب ايه بيكتب خطايا الناس لو واحد بس كان جدع ورمها بحاجر كان وراه هو بيعمل ايه بس كله كشة كل رمى الحجارة ايه وفكيك على الجري ليه لانه لو رمناها بحاجر ربنا حيورينا خطايانا كل واحد يشوف خطيطه ما ترميش حد بحاجر انت برضو يعني اللي بيته من جزاز ما يربيش الناس بايه بالطوب مش كده اللي منكم بلا خطيئة فرميها بأول حجر من بنات الزات ايضا القلب القاسي اي انسان قلبه قاسي ده انسان ذاته كبير جدا ما يشفكش على الناس ابدا يشوف الناس تعبانة ولا يسأل فيها يشوف واحد مريض يقول ده في الدلع يشوف واحد محتاج يقول ده محتال يشوف واحد ليه بيعمل كده عشان قلبه قاسي لا يشفق على انسان لكن الانسان القلبه طري والقلبه حنين يشفق على ايه يشفق على كل الناس عشان كده خلي بالك يعني اي انسان تلجأ في واحد كده يلجأ واحد واجه في تجربة صعبة جدا يقول لك استاهل 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 قصده بيعمل وبيعمل وبيعمل يا عم خليك اشفق ما الدور جاي عليك طيب ما برضو بكرة ممكن الدور يجي عليك انت ليه قصوة القلب دي قصوة القلب دي فيها ذات على طول فرعون ربنا قال له يا فرعون اطلق الشعب قال له لا مش هاطلق الشعب قلبه قاسي هو في اله غيري انا الاله الوحيد ما فيش اله غيري انتو بتعبدوا اله غيري انا وبعدين ربنا يدي له ضربة ويمشي يقول لي موسى وهارون صلوا من اجلي يا ربنا طب خلاص هتطلع الشعب قال له ما ايوة ويدوله ضربة الضفاضع على ضربة الدمامل على ضربة الدم على كل مرة يقول اخطأت لرب سامحوني اخطأت لرب سامحوني ليه قلبك قاسي كده كل مرة ربنا يديك ضربة ولا ضربة ولا ضربة وهو مش عايز قلبه يليا احنا كده برضا جماع احنا ربنا يامد دينا ضربة ولا ضربة عشان ننتبه عشان نرجع عن خطايانا تجربة ولا تجربة واحنا اللي فينا فينا وشوية كده اول ما تيجي تجربة صعبة ما عليش يا رب اعديها يا رب المرة دي مش حنعمل تاني كده يا رب ويرفع الرب التجربة ونرجع تاني كأنه ما عملناش حاجة ليه القلب قاسي زي فرعون لما اتضرب عشر ضربات وبعدين ربنا قال له انت اصلك ما فيكش فايدة وهلك فرعون في ومات وقتلوا عشان كده يقول الكتاب ايه ان سمعتم صوته اسمع من هنا وانطلع من هنا لأن صوتنا لأن قلبنا قاسي يهوزة يا ما كلمه ربنا يا ما كلمه يا يهوزة اوعى تعمل كده يا يهوزة الذي يغمص معه في الصفحة هو هو خيره لذلك الانسان لم يولد عمال الديف رسائل الديف رسائل وهو هو لم يتراجع أبدا وقصوة القلب جابت العند والعند جابت الانتقام والانتقام جابت الأزية لحد ما هلك مين هلك يهوزة اذا اذا شعرت نفسك يوم ان قلبك قاسي اعرف ذاتك كبيرة وصلي على طول قل له يا ربي قلبا نقيا اخلق فيها يا الله وبعدين اشعيها قال ايه يا ربي انزع من قلبي انزع هذا القلب الحجري وعطيني قلب ايه لحمي يا ربي اذا قلبي حجر شيله ويديني ايه قلب حجر قلب لحمي عشان كده اشعيها قال ايه وانزع منكم القلب الحجري وعطيكم قلب لحمي برضو من بزنات الزات الانانية الانانية الواحد يكون اناني عز مصلحته بس يدوس على الناس ما يهتمش بالناس الله نفسه وخلاص انسان اناني وخلاص ده انسان بيهتم بذاته ابراهيم مع لوط طبعا لما وجعت خلافات بين ابراهيم وبين لوط في الرعاة ابراهيم مع الرعاة لوط طبعا يعني اتشاكل مع بعض لوط كان ذاته كبيرة جدا ليه لانه كانت نفسه كبيرة فابراهيم قال له يا لوط احنا مش عايزين نفترك ده انت ابني لانه لسه ربنا ما كانش ادى اسحاق لابراهيم فكان عنده بس ابنه ابنه اخوه لوط كان مدينه كل حاجة كل حاجة والخير اللي عنده لوط ده كله كان من ابراهيم لكن ابن لوط قال له لا نفترق انا مش عايزك يا عم الخير ده من عمك لا انا مش عايزك ليه لانه اناني فقال له شوف الحتة اللي انت عايز تمشي امشيها جام لوط اختار لي نفسه ايه الارض المشبعة الخضراء اللي هي سادو معمورة وساب لعمه ابراهيم الصحراء شوف الانانية الانانية فيها الزاد تبدأ عمك وكبير في السن ويطلع له مئة سنة سيب له صحرة ده انت شاب الصحرة ده ممكن تعملها خضرة سيب له الاخضر لا انا اخضر 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 فقال له خلاص ابراهيم خد اللي انت عايزه بس الانانية وكانت فيها الزاد فربنا قال له هذا الخير الذي اخترته انت يا لوط حوله طوالي ربنا من هذا الخير الى ايه الى شر ليه لانه اتحرقت كل سادو معمورة وطلع لوط من سادو معمورة صفر اليدين وخسر مراته وخسر عياله وخسر كل حاجة بسبب الانا بسبب الزاتية بسبب انا عايز لنفسي الحاجة الحلوة اما ابراهيم ربنا قال له ايه بص يا ابراهيم عشان انت ما اخترتش لنفسك وما اهتمش لذاتك انا الصحرة دي كلها هخليها جنة لك واولاتي حكونوا كالجوم السماء والرمل الذي على شاطئ البحر لانك انت يعني لم تختار لنفسك الارض المشبعا كمان من مظاهر الزاد او من بنات الزاد اللي هو التعالي والافتخار ان انسان يتعالى ويفتخر والافتخار والسخرية والتهكم انسان يفتخر بنفسه بانجازاته بفلوسه بشهاداته بعربياته بانجازاته دي كلها زاد وبعدين يسخر بالاقل منه في الردبة واقل منه في الفلوس واقل منه في المجتمع ويسخر بايه باللي حواليه واقل منه في التعليم وهكذا ويتهكم على كل الناس اللي حواليه دي كلها ايه دي كلها زاد اذا من بنات الزاد السخرية والتهكم والتعالي عشان كده يقولك شليمان الحكيم ستة يكرهها الله رص ستة حاجات كده وبعدين قال اولها عيون متعالية اكتر حاجة يكره ربنا العين المتعالية العين المتكبرة العين التي تتهكم على الناس وتصخر بالناس والعين التي هي ايه شايفة نفسها هي مفيش احسن منيها دي كلها زاد وربنا يكرهها كمان من بنات الزاد اللي هو ايه الغيرة والتحذب الواحد غير من الناس والواحد استخسر في الناس اللي في يد الناس يقول له ايه دا دا جاب العربية دي منين دي خسارة فيه دا جاب البيت ده منين دا جاب مش عارف دي منين دا الحاجة اللي في يده الحاجة دي مفروض تكون عندي انا ليه ما عنديش انا يا عم ايه ما يا عم بالراحمة انت ربنا برضو ميديك وبرضو ربنا ميديك خير اتمنى الخير للغير ليه انت يعني بتغير من الناس وتقول يا ريت الخير اللي عندي فلان يكون عندي انا طيب انت برضو ربنا ايه ربنا ميديك عشان كده شاول مع داود شاول دا كان في الاول كان رجل يعني طقي جدا واختاروا ربنا اول ملك على بني اسرائيل لانه كان متواضع ولما جوا يعملوا ملك استخبى من الناس واستخبى وراء الامتعة والكراكيب وجبوه بالعافية عشان يعملوا ملك من تواضعه وكان يسمع الشتيمة بودانه اشاول بين الانبياء معقول حتة فاللح دا يبقى نبي وكان يسكت وما يتكلمش ابدا ولكن طبعا اول ما قعد على الكرسي خلاص اتغير خالص خالص وغار من داود لانه قالوا على داود انه قتل ربواد وشاول قتل الوف وازاي يقولوا على كده وغار منه يا عمي داود دا يعني في سن ابنك وداود دا يعني اللي خلصك من يد جوليات الجبار وجوليات دا كان كل يوم باجتمك وكان بهزئك وداود دا رئيس جيشك وداود دا انت اللي جوزت بيتك لا انا ازاي يقولوا فيه كده ازاي يقولوا هو قتل ربوات طبعا الربوة عشر الف وانا قتلت الوف انا لازم اموت يعني ما اموت ليه دي كلها ذات دي كلها انا ازاي هو يمدحوه وانا لأ وسب كل حاجة في المملكة كل لا ينام ولا ياكل ولا يشرب كل تفكيره ازاي اموت داود داية حتى في الحرب مع الاعداء ما كانش يجيب خبر بس جاري ورا داوده خلاص لحد ما طبعا الغيرة قتلته ومات فيه الاخر كمان من بنات الزات عدم التسامح وعدم النسيان واحد يقول لك انا يعني اه مش مسامح او واحد تاني يقول لك انا مسامح لكن مش قادر انسى مش بتقوله كده في الاعترافات يقول لك انا مسامح لكن مش قادر انسى بص انت مسامح دي معناها نص الزات اتكسرت لكن انت مش قادر تنسى ده نص الزات موجود التاني عندك فخلي بالك مش قادر تنسى معنات الزاتك لسه بقي عندك ما تعمل زي ابوك اللي في السامة المسيح يقول لا اعوذ ان اسكر خطاياكم ايه ارميها في بحر النسيان ربنا بيغفر لك وربنا في نفس الوقت ايه بانسى لك اغفر وانسى كان زمان في واحد اسمه لامك لامك ده كان عنده ستات كده يعني متجوزهم كان يقول لهم ايه انا قتلت رجل لجرحي وفتن لشتخي يعني ايه يعني انا اللي يعمل لي كده اخلص عليه كان بخوفهم مراتاته يعني كان بخوفهم يعني بس كده اللي يفتح بوزه شوف انا اعمله ايه وبعدين طبعا قال انا زي جدي قاين طبعا واضح من جده قاين اللي قتلها بيل يعني ها انا زي جدي قاين اذا ربنا جاء اللي قاين انا اللي يلمسك انتقم له سبع مرات انا اللي يلمسني انتقم لنفسي سبع وسبعين مرة شوف الزات عدم التسامح وعدم النسيان ويقالوا لاباء دي الحتة اللي جالها بطرس لربنا هل اغفر لاخوية سبع مرات انما ربنا قال له لا اقول لك الى سبع انما ايه سبعة في السبعين جات من حتة تلامك دي انه قال انه انتقم انتقم لنفسي سبعة وسبعين مرة سامح وانسى لانه طول ما انت مش بتسامح ومش بتنسى يبقى ذاتك كبيرة عندك والذاته كبيرة عنده طبعا ده ربنا بكسرهم اخر حاجة عزق الهالك من بنات الزات عدم الاحترام انسان لا يحترم انسان ده ذاته كبيرة جدا لا يحترم كبير ولا يحترم صغير ولا يحترم كنيس ولا يحترم ابونا ولا يحترم القانون ولا يحترم الجاهل ولا يحترم المتعلم ولا يحترم الفقير ولا يحترم الغني ولا يحترم اي انسان ابدا اللي ما عندوش احترام للناس ده ذاته كبيرة جدا خلوا بالكم في مرة شاول كان كده فرحان انه تابوت العهد داخل الى المدينة بتاعته وهو من فرحته عمال يرقص امام تابوت العهد لكن مراته اللي هي مكيال بنت شاول واضح من ابوها يعني قامت شتمته وقيت له انت سفيه انت لو ملك محترم تقعد على كرسيك والناس هي اللي تجيلك وتقول لك مبروك عليك تابوت العهد بدلا ما جاعد تترجس كده جدام تابوت العهد قال له يا سيدي انا فرحان فرحان بان تابوت العهد وكان مش بيرجز يعني لكان يعني بيعمل زي حركة مارش كده مع الموسيقى لانه كان جايب مئات من الناس يغنوا امام تابوت العهد وقال له بالمناسبة انا جدام ربنا وجدام اعين كل الناس انا محترم جدا انت بس العينك المتعالية وانت عينك اللي هي يعني مش بتشوفي اذا الغلط لكن انا محترم امام الناس فخلوا بالكم يا احباي انه الانسان المتكبر لا يحترم انسان ابدا الخص بنات الزات من المحاضر الفاتت اولا عدم التسامح الرياء عدم الخضوع حب المديح والكرامة عدم الاعتزار بالغلط الانشغال بالذات دايما باستمرار الاذانة قصوة القلب الانانية السخرية الافتخار والكبرياء الغيرة والتحذب وعدم النسيان وعدم احترام الاخرين دي كلها من بنات الزات يعطينا الربى ان نتخلص من ذاتنا لانها من اكبر الخطايا اللي ممكن تودي انسان جهنم لانه دي الخطيئة اللي وقعت الملك وخلته شيطان وده الخطيئة اللي اضطردت ادم من الجنة الانسان يكون متواضع اذن من مسيح كان متواضع وجاء ملكا ولكن ولد في مزوط بقر كل صنط تايبين لإلهنا الميد والكرام في الكنسة من الآن والأبد امين اشتركوا في القناة